اهلا وسهلا بكم احبائي بقناتي عالم نور اليوم احبائي رح نعمل اكل كتير طيبة انا شا بحبة صدقاني كتير طيبة وكتير شهية هيد الاكل قليل ما بعمله يعني بس حدا يطلبه مني من ولادي بعمله فبداية انا رح باشر بي ايمين الملفوف طبعا ما رح نشيله بهيدا الشكل رح نشيله رح علمكم كيف طريقة كتير سهلة بداية رح نقيم نفوت السكن نخرزه بهيدا الشكل فبتنشيل عنا بكل سهوله شفتو كيف طريقة كتير سهلة واتبعوها هلا هون بس امنا نحنا الاساس الراس هلا تنفرط معانا الملفوفه بكل سهوله منشيله بهيدا الشكل طبعا متل ما شايفين احنا عنا هون الملفوفه كتير صغيرة هلا شو رح اعمل انا بهالوقت لما كنت انا عم قطع الملفوفه انا حتى على الغاز الغاز مولع الغاز وحتى طنجرة ماي تحتى تغلي تصور سخنه هلا انا عم صفتو بهيدا الشكل تحتى اغمر الملفوف بقلب المي هون احباك متل ما شايفين انا عليت الماء على النار هلا شو رح اعمل منحط الملفوف بقلبه منصور نحط قصم قصم طبعا ما منتركن كتير مايقارب الخمس دقايه ماكسيمون ومنشيلهم هلا منجيب ملعه ومنصور منفوتن كتير مليح بقلب الميات هون من بعد ما استووا عنا هتركوا بعد شو دقيقة وشيلهم هون صاروا عندي تمام طبعا نحنا نضقر الملفوفة اذا استوت بتبين عنا ما بدون كتير وانا بها الوقت رح نشيلهم ونصفيهم على جنب ورح باشر بعملين الحشوي هون انا رح حط مايقارب ثلاث اكواب او كوبين من الرز المصري شفتو هيدا الرز المصري طبعا رح اخسله وانا زدت كوب من بعد ما انا غسلته رح ضيف اللحمة الخشنة متل ما شايفين انا جبتها خشنة نعمة متل ما انتو بتحبوا انا رح ضيف الملح و رح ضيف شوية صغيرة من سبع البهارات يعني هيك نكهة كتير خفيفة بس كرمال اللحمة و بالاضافة لزيت الزيتون او اذا بدكم فيكم تحطوا تدوبوا زبدة مثلا تحطوا نصف القلب الزبدة بقلب اللحمة و الرز و تخلطوهن كتير بقلب بعض فهيك بتعطيها كمان دسامة او اذا بتحبوا كمان تحطوا الصمنة بس انا فضلت تحط زيت الزيتون لانه كمانت تعطيها طعم كتير طيبة هلا من بعد ما انا خلطونا على جناب رح باشر بلفن هون تركتونا شوية حتى يبردوا لانه كانوا كتير سخنين هلا انا رح باشر بلفن حالي ممكن ع طريقة اللف كتير سهلة طبعا انا بحاجة لطبالية طبعا في عنا ملفوف بيكون هيك كتير صغير يعني اللب الملفوفة فانا بوضعهن بهيدا الشكل هلا هوني نحنا شو رح نعمل من قص الملفوفة بهيدا الشكل ها ما رح نكبه رح نحطه بكعر التنجرة و رح باشر حط الرز واللحمة بقلب الملفوفة تقريقة كتير سهلة يعني ابدا ابدا منا صعبة طبعا يا المبتدئين صدقوني منا صعبة بس اتبعوا الخطوات هلا شو بنعمل بعد ما نحنا لفين نعمل نقصهم هيك على الجواني بيطلقوننا على شكل كتير حلو وكتير مرتب هلا رح اوضعهم في قلب التنجرة هلا رح نحوط كمان شوي رز واللحمة ونبرمهم بهيدا الشكل ونحطهم بقلب التنجرة هلا بس حبي قول معلومة اذا سهل لانهن كتير كتير منيح للملفوف بسور يفرتو عنا ما بدنا نسلقون كتير منيح طبعا بعد ما نحنا لفينيها منع صورة هيك ونحطهم بقلبة طبعا هون رح نخلص على فكرة يمكن يبقى شوي حشوي من الملفوفة ما منكبون فينا نحنا نعمل تطبيقه على رز المصري هلا انا رح سفتهم بهيدا الشكل طبعا ويكبس علي هون هلا من بعد ما انا كبزت علي هون منجيب صحن ومنجيب ركوة عليها ماي ومنحط دغري مباشرة فوق الصحن ونجا عم نكبس هلا انا رح حط الماء غمرتهم وشوي زيادة شفتو كيف ورح نحطهم على النار ونطرهم حتى يستووا معنا بس طبعا لما انا حطيتهم على النار شو عندي انا هون عندي الحامض وعندي التوم هلا انا رح باشر بتقطيع الحامض واعثرهم وبنفس الوقت رح نقطع التوم وندقهم وهلا بتشوف شو رح اعمل طبعا انا رح احصر بس حامضتين هون يخلصوا عنا هلا انا مباشرة رح باشر بيه دق التوم بس طبعا قبل ما ندق التوم نحط النعنع اليابسة فوق الحامض بعد ما انا خلصت دقهم رح نجيب التوم ونحطهم فوق الحامض والنعنع بهذا الشكل بالاضافة لشوي من الملاح وهون بانطرون تحت انا يستوي عندي هون تقريبا نستوي عندي الملفوف شو بعمل اخر شي بدلقون عليها في منهم بحطوا حصوص توم بقلب التنجرة قبل ما نحط الماء هيدا الشي اختياري هلا انا بدي انطرون تحت يستوي عنها ومن بعد ما انا استوي احبائي من شيل ركوة الماء ومن شيل الصحن بس من انتبه الصحن كتير سخن بتمنى اذا اول مرة بتفوتي على القناة دي وعجبك المحتوي بتمنى تتكبس كلمة اشتراكك وسبسكرايب تحطيس عليك مني كل شي جديد طبعا هون انا رح نشيل الصحن ورح اغطي هون هلا الماء الموجود عنا كله رح يشربوا الملفوف هون بعد تقريبا شي عشر دقائق شفتوا كيف شربوا مع شربوا الميات وهذه النتيجة النهائية احبائي وهلا انا اصر بدي ودعكم الى اللقاء بفيديو جديد باي باي